طيب من الملفات المهمة التي تنتظر مجلس دارة اتحاد الكرة الجديد ملف التحكيم ولا أخطر من غياب العدالة في المسابة عشان كده الأهلي وأزمة التحكيم فقرة مهمة جدا تحكيم مشكلة جماعة أن أنتوا تلاقوا فيه إزدواجية في المعايير وتلاقوا كتير جدا أخطاء تحصل من منافسين تنسب إلى الأهلي أو تحط الأهلي في جملة مفيدة الزميل عمر الدردير تكلم عن الحكام مع الأهلي بيعصاله إحنا عندنا الناس بتزغط الحكم وبيشدوه وبيوقعوا منه ما ينفعش وبعد كده تقول ليه أصلا عندنا مشكلة التحكيم فما أنت بتغزق التحكيم طول الوقت وبيانات زي كده من جميع الأندية بالأستثناء وعلى رأسه من نادي الأهلي أيني بكررها شوف وعلى رأسه من نادي الأهلي أنا مش عايز أتوقف كثيرا أمام الكلام اللي بولي زميل عمر لأنه أحيانا بيبقى يعني أنا مش ده عمر الدردير اللي أعرفه مش عقول أكتر من كده طيب إنما لأ أنا أعلق على فكرة اهتزاز ثقة الانديه في التحكيم وعلى رأسه من نادي الأهلي لأن النادي الأهلي باعتبر وكبير القفلة عيوبة كده بس ما قالش مين اللي بيزوء وبيضغط طب ما نشوف مين اللي زغد الحكم ولغاية دلوقتي ما تعقبش ما دوبنا فعلا نوينا نحر بس هو مش عراس نشوف هو على رأسهم النادي الأهلي طب وفي زيلهم مين يعني هل الصورة هي طب لحد النهاردة دا المياد دلوقتي قرار في هذه اللقطة في هذه الزغد دا 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 المدرب اللي فيه مدربين تاني توقفت بالتبريئة ايوه بالتبريئة وطاري مصطفى في نفس الماتش عدوه في المدرجات وغضبالك محاج بي ميزان العدالة يعني مش عارف ايه اللي جراله يرتعش خلاص فاخدوا السيطرة عليه مش بس طب هونت بتتكلم ليه على على جميز اللعيب عندك حاجات ليه ولا بعدين يعني طيب انت فاكر فاكر لما حسام عشور وهو طالع من الملعب بعد المباراة ايوه راح لمحمود عشور وهو معترض راح مسلم عليه اتوقف وطرده طرده وخارج ده بيسلم عليه بس هو فهم المعنى بتاع السلام بتاعه طيب علشان بس حطوا الاهل على رأس القيمة اللي بتزغد الحكام وما حدش بيقى حقبها يعني انا ما شفناش ابدا حد من الاهل زغط حكم وما شفناش ابدا عقوبة صدرت ضد جميز في الشكل اللي اعتداء الوضع على عاطف حسين ده عقبه عاطف حسين عقبه عاطف حسين الحكم الرابع لما فصل اللي اطلع لما تكلم وقالك انا كتبت التقرير وقدمته للاجنة ازاي تقولي انك كتبت ازاي تقولي ان انت كتبت طيب كابتن جهاد جريشا ماذا كان القرار المنتظر في الواقع اللي اتزغد فيها عاطف حسين طيب اللي حصل بعد كده من مدرب النادي الز�مالك لا يمكن لقطة بالمنظر ده في اي دوري في العالم دفع للحكم الرابع في السدري بالمنظر ده ولا يطرد مدرب النادي الزمالك برضو كان دي من ضمن توابع عراقل الجزاء التوابع كتrike جدا في لعبة واحدة مدرب الزمالك بالمنظر ده والالي اللي في السدري بالمنظر ده كان لازم يطرد فيها بأي حال من الاحوال لان الدفعال لحكم الرابع هو دفعل التحكم بالكامل اللي موجود في المباراة وبالتالي كان لازم يعاقب مدرب الزمالك في اللقطة دي بالطارد خارج الملعب شوف يا سيد إبراهيم وحتجد ما فيش عقل مش هستنكر ولا حيشوف دي بوضوح وفي نفس المباراة فيه لعيبة وقبلها فيه لعيبة لكن أنا أشكر كل واحد يريد أن يتقول أو يتصير لنادي الأخطاء فترتد إلى صدره لأنه بدينا الفرصة أن نحن نوضح للرأي العام المحايد الحقيقي اللي هو الرأي العام أن نشوفه هو مين صحيح اللي على رأس القائمة النادي الأهلي يعني رئيسه في اجتماع مع اللعيبة صوته صورة رحمة الله الله عليك كابتن صالح يقوله ملكش دعوة بالحاكم نحن في الماتش خدمين الحكام فيه رسائل أوضح من هذا ده موقف هو كابتن صالح يعني خدمين الحكام يعني يسيب ويعمل اللي هو عايزه لأنك مش هتغير من الأمر شيء وفي نفس الوقت هتأذي نفسك وتخرج نفسك على برا تركيزك ترجمة نانسي قنقر